السلام عليكم ده سؤال احد الطالبات اللي هي بتسأل عن اللون في الصور اللي قدامك دي طبعا الوضعية دي اللي هي عندك بتكون orthographic فلما بنيجي نعملها في برنامج زي تون موشن هتلاقي عندك فيه في options بتاعة اللايت هتلاقي عندك ال environment اتأكد ان هي ال back drop الحالة دي تاني اللي هي ال orthographic يبقى انت لو اخترت ال back drop ممكن ما تلاقيش هنا لون ابيض يعني حتى لو خدت دي اهمي ثالي قدامك الحجم طبعا لسه هنغير فيه كده لكن مش هتلاقيه solid color فلو انت عايز تمشي حالك باي لون solid سريعا حتى لو مش من هنا هتروح لفوتوشوب اي صورة بيضة image mode خلي 32 pet ودلوقتي هتسايف ديت او هتعمل لها save as في اي مكان انت عايزه هتلاقي عندك ال option اهو hdr كليك عليه اكتب اي اس دوس تكليك هنا هاتها بس طبعا لو الحجم عاست تغيير اهو من هنا بالنسبة للموديل بقى نفسه لو انت عايز تغير اللون بتاعه كليك من هنا على الصورة بتاعتك اي ان كان هي فين وليكن الصور دي هم بس update هتدوس على more هتدوس على الكاميرا هتدوس على ال visualize effect وهتلاقي عندك حاجة اسمها clay render ممكن تعمل enable وتغير عندك اللون خلي كله يكون اللون اللي انت عايزه بالشكل اللي انت عايزه عايز تضيف لها bump بضيف bump بباحتك المهم دي شوية اعدادات حبيت انك تعرفها لو انت عايز تعمل render سريع بالoptions المتاحة في بريناميك تونموش اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة